أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي مشددا على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة جاء هذا التصريح تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في موحيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائق الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق عدة في حي زيتون جنوب مدينة غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين كما استهدف قصف إسرائيلي جنوب مدينة رفح الفلسطينية ومخيم شباليا شمال قطاع غزة ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا شرقي مدينة رفح الفلسطينية كما استشد أربعة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرون في قصف منزل شمال مدينة غزة أعلنت الأمم المتحدة أن 56% إلى 60% من ضحايا الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستين لين ماير في مؤتمر صحفي في جينيف إنه تم التعرف على هوية 25 ألف من الشهداء تضاف إليها 10 ألف لم تحدد هوياتهم حتى الآن دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التكتل إلى بذل المزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية وفي تصريحات له خلال زيارته لولاية كاليفورنيا الأمريكية وجه بوريل مجدداً انتقادات حادة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مضيفاً أن الفلسطينيين في القطاع يموتون ويتدورون جوعاً ويعانون بدرجات لا يمكن تصورها معتبراً أن ما يجري هو كارثة إنسانية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بحزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقد ضد مشروع قانون المساعدات الأمنية لإسرائيل إذا أقره الكونغرس وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة ستضمن دائماً ما تحتاجه إسرائيل للدفاع عن نفسها مشيراً إلى أنه من شأن مشروع القانون أن يقود قطرة جو بايدن على تنفيذ سياسة خارجية فعالة تعهدت جامعة هارفرد بمناقشة تعليق استثمارات مع شركات مرتبطة بإسرائيل وأوضح الطلاب المحتجون من جامعة هارفرد المؤيدون للقضية الفلسطينية أنهم سيعلقون احتجاجاتهم مؤقتاً وذلك بعد تعهد الجامعة بمناقشة الموقف المالي المرتبط بشركات داعمة لإسرائيل والبدء في إعادة النظر في وقف بعض الطلاب عن الدراسة ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت عشرة صواريخ طويلة أطلقها الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم وأضافت الدفاع الروسية أنها دمرت طائرات مسيرة هجومية وعدة قطع أخرى من الأسلحة الجوية فوق منطقة بلغورود مشيرة إلى تدمير خمس طائرات مسيرة هجومية فوق منطقة كوريسك الروسية وثلاثاً فوق منطقة بريانسك ترجمة نانسي قنقر